بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم العلمي النهاردة ان شاء الله بنكمل موضوع تطبيقات الرياضيات وبنتكلم عن بيستاتيكا ومحصلة القوتين كنا اتكلمنا عن الحالات الخاصة فاحنا ان شاء الله بنكمل الحالات الخاصة لمحصلة القوتين يلا نبدأ زي ما قلنا الحالة ان شاء الله الثالثة وبنكمل استاتيكا محصلة القوتين المتلاقيتين في نقطة والحالات الخاصة نبدأ بمثال هنشوف المثال محصلة القوتين المبينتين في الشكل تساوي نقط نيوتن هو مديني رسمة وفيها قوتين هتلاقي قف واحد بتساوي اربعة نيوتن قف اتنين بتساوي تلاتة نيوتن وعايز يعرف المحصلة تطلع كم لما نجي نتفرج على الرسمة ونطلع المعطيات خارج المسألة ما ننساش ومديني اربع اختيارات بيقول لي عندك سبعة خمسة واحد جذر سبعة هنحل عشان نعرف الاختيار بتاعنا مين عندنا قف واحد زي ما قلنا اربعة نيوتن قف اتنين تلاتة يبقى احنا بندور على اليه يطرى اليه بكم درجة نروح للرسم انت مديني زاوية قياسها تلاتين اجيب المتممة اليه ستين وبديني زاوية قياسها ستين اجيب المتممة اليه تلاتين اجمع الستين والتلاتين يبقى جبت اليه تسعين درجة بس انا بدور عليه واليه هنا طلع تسعين درجة يعني الحالة الخاصة اللي هي قوتان متعامدتان يبقى انا مش محتاج القانون الكبير انا محتاج القانون الجديد حق تربيع بتساوي قف واحد تربيع ذائد قف اتنين تربيع او ما يقول لي قوتين متعامدتين افتكر في سغورسة على طول حق تربيع يساوي قف واحد تربيع ذائد قف اتنين تربيع على بقى نعود ننشير قف واحد ونحط بدلها اربعة ونربع يبقى ستاشر وقف اتنين تربيع تسعة هنجمع الستاشر والتسعة يبقى ستربيع بخمسة وعشرين هنجيب الجاز يبقى ستساوي خمسة نيوتن واخترنا الاجابة به اللي هي خمسة نيوتن هم حاجة اننا بمجرد ما لقيت اليه بتسعين قلت له بس دي حالة خاصة واستفدت بالقانون الصغير تمام نشوف مثال كمان نشوف مثال كمان قوتان تؤثران في نقطة مادية فاذا كانت محصلتهم مقدارها جذر عشر نيوتن عندما كانت الزاوية بين اتجاهيهما قائمة ويصبح مقدار المحصلة جذر تلتاشر نيوتن عندما يكون قياس الزاوية بين اتجاهي القوتين ستين درجة يوجد مقدار كل من القوتين هو هنا بيكلمني عن حالتين الحالة الاولى ان المحصلة بيكون جذر عشرة لما بتكون الزاوية بين القوتين قائمة ده معناه الحالة الخاصة اللي هو قوتين متعامدتين يبقى انا هكتب القانون بتاع قوتين متعامدتين حالة تربيع بتساوي قف واحد تربيع زائد قف اتنين تربيع هو اللي في الحالة الاولى المحصلة هتكون جذر عشر يبقى انا لما اشيل الحالة واكتب جذر عشرة وربعها يطلع لي عشرة يبقى شيء الحقه تربيع واكتب عشر وتبقى دي المعادلة الأولى المعادلة رقم واحد نجري للحالة الثانية هو غير الزاوية قال لي الزاوية هتكون ستين والمحصلة هتكون جذر تلاتاشر هنا حطى راجع للقانون الكبير حقه تربيع بتساوي قف واحد تربية زايد قف اتنين تربية زايد اتنين قف واحد قف اتنين جتا يه في الحالة دي قال لي المحصلة جذر تلاتاشر طب ربع يبقى الحق تربية هنكتب بدأ لها 13 واليه ب60 شيل اليه وحط 60 وتبقى دي المعادلة الثانية دول معادلتين في مجهولين اللي هو قف واحد وقف اثنين مطلوب مني ان انا حل المعادلتين مع بعض بغاية ان ما اوصل لقف واحد وقف اثنين انت هتلاحظ في المعادلة الاولى قف واحد تربيع زايد قف اثنين تربيع ويساوي عشرة طب ما نعوض بها في المعادلة الثانية هيبقى عندي 13 شلت انا قف واحد تربيع زايد قف اثنين تربيع وحطيت مكانها العشر لما نيجي للجزء الثاني هنلاقي اثنين هنضربها في جاتة الستين هي واحد يبقى يطلع لقف واحد قف اثنين ودي العشرة بعكس الاشارة يبقى عندي قف واحد قف اثنين يساوي ثلاثة طب انا عايز قوة بدلالة القوة الثانية يعني اقول له قف اثنين يساوي ايه هاسم الطرفين على قف واحد فقول له قف اثنين بتساوي ثلاثة على قف واحد هاخد قف اثنين اللي هي بتساوي ثلاثة على قف واحد وعوض بها في المعادلة الاولى هنشوف كده يبقى اول حاجة عندي قف واحد تربيع هنزلها زي ما هي وحشيل قف اثنين تربيع وحط بدلها تسعة على قف واحد تربيع عشان اربع يبقى دي تسعة على قف واحد تربيع يساوي العشرة بقت معادلة اجمل المعادلة دي عشان تبصتها شوية عايز تخلص بالمقام اللي هو قف واحد تربيع بدرب المعادلة في قف واحد تربيع تسعة على قف واحد تربيع في قف واحد تربيع فاصبح التسعة المعادلة دي تتحلل الى قوصين هيبقى عندي قف تربيع في قف تربيع التسعة عبارة عن تسعة في واحد مجموحهم عشرة وانا طالما الاشارة الأخيرة موجب الاشارتين بياخدوا نفس العشارة الحد الأوسط فهلاقي التسعة سالبة والواحد سالبة هقولل Нуي ما القف واحد تربيع ناقص تسعة هي اللي بصفر يبقى قف واحد تربيع بتسعة تم جيب الجزر يبقى قف واحد بتساوي تلاتة طب انت دلوقتي تعرف تجيب لي قف اتنين تمام هنعوض فين عندي قف اتنين بتساوي تلاتة على قف واحد وقف واحد تلعت بتلاتة يبقى اسم تلاتة على تلاتة يطلع لك قف اتنين بواحد او ايه او قف واحد تربيع ناقص واحد هي اللي بصفر يبقى قف واحد تربيع يساوي واحد هات الجزر يبقى قف واحد هتساوي واحد عوض تاني عن قف واحد بواحد يبقى قف اثنين هتساوي ثلاثة على واحد يعني فيها الثلاثة يبقى هنا أصبح قف واحد بتلاثة قف اثنين بواحد أو العكس قف واحد بواحد قف اثنين بتلاثة يعني القوتين هم واحد وتلاثة بدون الاهتمام بالترتيب شفنا سؤال جميل لأنه بتكلم عن حالتين حالة خاصة اللي هي زاوية قايمة وحالة عادية اللي هي زاوية ستين وحلنا المعادلتين مع بعض تابع حالات خاصة لمحصلة القوتين احنا قلنا الموضوع مهم عشان كده واغضل له اكتر من حلقات حالات خاصة لمحصلة القوتين تؤثراني في نقطة ايه مادية عندنا ايه الحالة القوتان متساويتان في المقدار حالة في غاية الاهمية لو جيف مسألة وقال لي عندك قوتان متساويتان في المقدار يعني معناها ان قاف واحد بتساوي قاف اتنين وبتساوي قاف طيب لم يبقوا القوتين متساويتان ايه اللي هيحصل ايه اللي هيختلف اقول له طيب انت عندك ادي قاف وادي قاف عشان هما متساويتان وعندك بينهم زاوية قياسها ايه لما تيجي تكمل متوازل اضلع حتلاقيه اصبح اصبح ايه معين لان هنا اصبحت الاضلع كلها متساوية مهمة فهنا اصبح الشكل معين لما تيجي تدور على القطر اللي هو المحصلة هتلاقي دلوقتي ليها قانون سهل جدا في حالة التساوي هيقول لي عندك الحهب تساوي اتنين قاف جتا يه على اتنين قانون سهل جدا نشوف القانون الكبير بتحق تربيع بقى اصبح قانون صغير ما استخدموش الا في حالة تساوي القوتين اقرأ معايا حهب تساوي اتنين قاف جتا يه على اتنين طيب انا عايز اتجاه المحصلة مش انت قلتلي الشكل معين يبقى هنا القطر بيعمل ايه في الزاوية الرأس بينصف زاوية الرأس ده كلام مهم يعني هنا اصبح اتجاه المحصلة هو بياخد الزاوية يه ويقسمها على اتنين اطلع له له اللي هي اتجاه المحصلة الزاوية بين المحصلة والقوة الاولى اصبحت يه على اتنين فاصبح القوانين كلها بقت اسهل قوتين متساويتين تقول له حاب تساوي اتنين قاف جتا يه على اتنين عايز قياس الزاوية بين المحصلة والقوة الاولى خذي ليه اسم على اتنين كل القوانين بايت اسهل طيب نشوف مثل عندنا مثل بيقول قوتين مقدارهما 6 و 6 نيوتن تؤثران في نقطة مادية وتحصران بينهما زاوية قياسها 120 درجة عين محصلة القوتين يبقى اول حاجة لما قالي قوتين 6 و 6 انا فهمت ايه القوتين متساويتان وبعدين الزاوية بينهم 120 عايز المحصلة طيب انا اقول له قاف واحد بتساوي قاف اتنين بتساوي 6 اللي يه ب120 درجة هكتب القانون السهل حاب تساوي اتنين قاف جتا يه على اتنين تعال انا بقى نعوض يبقى حاب تساوي اتنين في 6 في جتا طيب ما ليه ب120 يبقى 120 على اتنين كم؟ طبعا الجزء الايصر ده كله هيتحسب اتنين في 6 في جتا 60 وتطلع للمحصلة 6 نيوتن و هتقولي ان انت خلصت الحال بقى اللي عين المحصلة فاكر و انت كلمة عين المحصلة يعني معناها مقدار واتجاه انت جبت المقدار المحصلة 6 نيوتن طبعا اتجاه هجيبه منين ما تقوليش بقى حكتب قانون ظاهر لا احنا اتفقنا بقى ده من القوتين متساويتين ايه هي عبارة عن ايه على اتنين لان المحصلة بتنصف الزاوية بين القوتين في ملاحظة هنا مهمة انت لما بيجيب محصلة قوتين بتلاقي دايما المحصلة اقرب للقوة القبرى يعني الزاوية بين المحصلة والقوة الكبيرة هي الزاوية الصغيرة فالمحصلة دايما اقرب من القوة الاكبر في المقدار طبعا في حالة التساوي طبيعي ان المحصلة بتنصف الزاوية بين القوتين الهي هنا قلنا 120 على 2 يعني الهي بتساوي 60 درجة وليبص الملاحظة الجميلة اللي شايفينها دلوقتي ايه الملاحظة قال القوتين كان كله قوة 6 والزاوية 120 درجة المحصلة تلعت 6 ايه لي صدفة لا دي ملاحظة مهمة اذا كانت القوتين متساويتين في المقدار والزاوية 120 على طول المحصلة بتطلع مساوية للقوتين لأي من القوتين تنفعني ملاحظة دي جدا في حالة الاختيارات تفقنا وحكتبها ملاحظة مهمة هتلاقي بيقولي دلوقتي لو القوتين قد بعد كل واحدة بقاف لو الزاوية 120 درجة الحهب كام الحهب تساوي قاف تمام هنشوف مثال كمان بيقول مقدار محصلة القوتين في الشكل المقابل هو نقاط هو اديني رسمة مديني قوتين واضح من الرسمة انها قاف وقاف قوتين متساويتين مديني زاوية 60 درجة على الرسم ومديني 4 اختيارات بيقولي المحصلة هتساوي نص قاف قاف جذر 3 قاف سفر طيب انا مش هختار انا لازم الاول اشوف هعمل وبعدين اختار هنا في مفاجأة جميلة جدا على الرسم مش هيشوفها الا الطالب الصحي لما تبص على الرسم وتلاقي اني قاف وقاف الزاوية 60 هتقولي على طول ليه ب60 واشتغل هو عايزك تغلط كده لا الزاوية مش 60 ليه يا عمي قالي لاني هنا القوتين مش خارجين من نقطة واحدة انت عايز القوتين دايما لا اما خارجين من نقطة واحدة لا اما دخلين نقطة واحدة بص للسهم هتلاقي السهم واحد خارج والتاني داخل للنقطة يبقى دي الزاوية مش 60 وما لتعمل ايه تطول اول حاجة تعملها هتطول اتجاه القوة لما انا طولت اتجاه القوة تلاقي لزاوية 120 اللي هي مكملة الستين عارف المية وعشرين دي هيا زاوية بين القوتين يبقى هنا بمية وعشرين درجة مش 60 شفت عملنا ايه واضحة طولت اتجاه القوة خليت القوتين خارجين من نقطة واحدة فلقيت الزاوية بينهم مية وعشرين درجة كده بقت سهلة هكتب القانون الصغير عشان القوتين متساويتين ها بتساوي اتنين قاف جتا ايه على اتنين وابدأ اعوض عند اتنين قاف جتا الايه على اتنين يعني مية وعشرين على اتنين يعني ستين لما تيجي تضرب اتنين في جتا ستين بيطلع واحد يبقى الحاها بتساوي ايه قاف تمام اه ده كمان بيأكد لع المعلومة لما بقت قاف وقاف والزاوية مية وعشرين المحصلة برضو طلعت قاف الاختيار بتاعي هو القاف يعني البي طيب تعال نشوف مثال كمان بيقول قوتان متساويتان في المقدار محصلتهما خمسة جذر ثلاثة نيوتين وقياس الزاوية بينهما ستين درجة اوجد مقدار كل من القواتين اه دا المرة دي اداني المحصلة بس عايز القاف طيب لما نيجي نشوف القوتان متساويتان في المقدار والمحصلة خمسة جذر ثلاثة نيوتين واليه بستين طيب ما احنا هنا نكتب القانون بتاع قوتان متساويتين حاة بتساوي اثنين قاف جتا ايه على اثنين ما تنساش هنا ان الحاهم الدهالي خمسة جذر ثلاثة هنعوض عن الحاهم خمسة جذر ثلاثة واتنين قاف طبعا زي ما هي اليه عندي ستين اسم تاعل اثنين بقت جتا تلاتين طيب سهل ان انت تضرب اثنين في جتا تلاتين يبقى عندي خمسة جذر ثلاثة هيساوي جذر ثلاثة قاف تعرف تجيب القاف؟ أكيد اسم الطرفين على جذر ثلاثة يبقى عندي القاف هتساوي خمسة نيوتن ده ما شفنا هو مديني حا والقانون بيقول حا بيساوي اتنين قاف جاتة إيه على اتنين هتعود عن الحا وتعود عن اليه ويطلع لك المجهول هو القاف سؤال سهل وجميل تذكر أن عايزي فكرني بحاجة مهمة أكيد حاجة مهمة عشان كده بيقول لي تذكر بيقول لي جاتة مية وتمانين ناقص يه بيساوي سالب جاتة يه كم واحد فاكر القانون ده كنا بنقول أن جاتة الزاوية يساوي سالب جاتة المكملة يعني أنت لو جبت جاتة ستين هتلاقيها نص لو جبت جاتة المية وعشرين هتلاقيها سالب نص هو ده معناه جاتة الزاوية يساوي سالب جاتة المكملة قانون ده مهم جدا طيب هنشوف مثال عندي قوتان متساويتان في المقدار ومتلاقيتان في نقطة محصلتهما يساوي 8 نيوتن وإذا عكس اتجاه إحداهما فإن مقدار المحصلة يساوي 6 نيوتن وجد مقدار كل من القوتين طيب تعالا نشوف الحل نحن هنا مضطرين نرسم عشان نشوف حوار إن هو بيعكس اتجاه إحدى القوتين في الحالة الأولى كان عندي قوتين متساويتين أدي قف وقف وبينهم زاوية قياس هاي في الحالة دي قال لي المحصلة 8 أنا هنا هكتب قانون الحق تربيع مش هكتب الحالة الخاصة وحتعرف دلوقتي ليه يبقى أنا هكتب قانون الحق تربيع بتساوي قف 1 تربيع زائد قف 2 تربيع زائد 2 قف 1 قف 2 جتا قال لي المحصلة 8 يبقى أنا حط حق بـ 8 8 تربيع يبقى عندي 64 يبقى 64 بتساوي شلت قف 1 وحطت بدلها قف وقف 2 حطت بدلها قف يبقى قف تربيع زائد قف تربيع يعني 2 قف تربيع تمام وعندي بعد كده 2 قف 1 قف 2 ما قف 1 بقف وقف 2 بقف 2 قف تربيع فعندي معادلة جميلة بتقول 64 تساوي 2 قف تربيع زائد 2 قف تربيع جتا يه بلاقي واحد بيستعجل يقول لي 4 قف تربيع لأ ما فيش الكلام ده انت عندك الـ 2 قف تربيع مضروبة في الجتا يه ما تجيش جنبها نروح بقى لحكاية إذا عكس اتجاه إحدى القوتين تعال نشوف الرسمة أنا كده عكست اتجاه القوة بدأت مساه مكلفه بقى التحت تعال نشوف الزاوية اللي ظهرت هيظهر عندي زاوية جديدة 180 ناقص يه اللي هي بتكمل يه أصبحت الزاوية في الحالة الجديدة 180 ناقص يه بفكرني بقول لي ما تنساش اني جتا 180 ناقص يه هي سالب جتا يه تمام يبقى أنا عندي الحالة الثانية المحصلة بقت ستة فبعوض في القانون تاني بتاع حه تربيع بس بشيل الحه وقت بستة يبقى عندي 36 بتساوي اللي اتنين قف تربيع زي ما هي بس أنا لما شلت اليه وحطيت 180 ناقص يه الداني سالب جتا يه شايف السالب آه الداني سالب جتا يه تلوقتي بقى معا معادلتين هحلوهم مع بعض واضح ان أنا بالحزف هيطلع لتنين قف تربيع جتا يه هحزفها مع سالب اتنين قف تربيع جتا يه أنا بجمع المعادلتين وهيبقى عندي اتنين قف تربيع زائد اتنين قف تربيع بكام اربعة قف تربيع يساوي مية طبعا جمعت اللي 64 وال36 فا اربعة قف تربيع بساوي مية بقت سهل قوي اقسم الطرفين على اربعة قف تربيع بخمسة عشرين هات الجذر قف تساوي خمسة نيوتن مسألة جميلة جدا ومهمة وشوف تعلمنا مع البساطة أنا اضطرت أحط قانون حق تربيع مرتين عشان أقدر أوصل للمعادلة السهلة أربعة قف تربيعي ساوي مية طيب واضح إن السؤال الجميل تعال نشوف مثال كمان قوتان مقدارهما خمسة وخمسة نيوتين تؤثران في نقطة مادية وتحصران بينهما زوية قياسهايه حيث زاية على 2 يساوي 4 على 3 أوجد مقدار محصلة القوتين تمام تعال نشوف المعطيات انت هنا بتقول لي قف 1 بتساوي قف 2 عشان قلت لي قوتين خمسة وخمسة إبقى قف 1 بتساوي قف 2 بتساوي خمسة نيوتين قلت لي زاية على 2 بتساوي 4 على 3 طيب أنا دلوقتي معايا حالة خاصة اللي هما القوتين متساوتين تم قانون الحالة الخاصة إيه عندي حهب تساوي اتنين قاف جتا يه على اتنين الله انت مدتنيش جتا يه على اتنين انت اديتني زا يه على اتنين طيب نتفق مع بعض انت عندك جا وجتا وزا تلت دوال مسلسية لو اديتني واحدة اعرف اجيب اخوتها اعمل ايه ارسم مسلس قائم على طول المعلومة دي مهمة هنستعملها كتير جا وجتا وزا اديتني واحدة اجيب اخوتها يقول لي ارسم مسلس قائم هنشوف الرسم هرسم مسلس قائم وهاختار زاوية من الزاويتين الحدتين اقول له قياسها يه على اتنين انت اديتني الزا وقلت لي الزا بتساوي اربعة على تلاتة طب في المسلس القائم الزا هي المقابل على المجاور يبقى المقابل اربعة والمجاور تلاتة تقدر تحسب الوطر من فساغورس الجذر التربيعي لستاشر ذائد تسعة اطلع لي خمسة كده المسلس كامل الاضلاع كده اعرف اجيب منه الجا والجتا متفقين تعالا بقى نرجع للقانون بتاعنا انت قلت لي حاها بتساوي اتنين قاف جتا يه على اتنين هقول له حاها بتساوي اتنين في خمسة وبعدين جتا يه على اتنين هتروح تجيبها من الرسم الجتا هي المجاور على الوطر يبقى تقول له كام تلاتة على خمسة لما نيجي نحسب هيطلع لي حاها بتساوي ستة نيوتن هنكتفي بهذا القدر وان شاء الله لسه هنكمل الموضوع موضوع تطبيقات الرياضيات لسه في حلقات تانية كتير ان شاء الله هنكمل مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة